الموضوع تقرير مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 أرغمت الأصوات المشككة بوقوع تزوير بالانتخابات رئيس الحكومة حيدر رعبادي للتدخل والإقرار أخيرا بوقوع انتهاكات وصفها بالخطيرة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة والمصادقة على توصيات اللجنة الوزارية العليا بخصوص هذه الخروق وصلت إلى منع أعضاء المفوضية من السفر إلى خارج البلاد دون إذنه والنتيجة لما ورد في التقليل من أمور خطيرة تقتضي تواجد مسؤودي مفوضية الانتخابات من درجة معاون مدير عام فأعلى تقرر وجوب استحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء قبل سفرهم خارج العرق وأضاف العبادي أنه كان يؤيد في بادئ الأمر المضي قدما في العملية السياسية بعد الانتخابات وعدم الدخول فيما سمعه فراغا دستوريا وترك الشأن لفوضية الانتخابات أن تحقق في الخروق والشكاوى بس الآن أصور الخرق شفتوا مصاير بأي انتخابات بهذا المستوى لأنه لأنه كلام دي يصير مو فقط إشاعات ولا دعاوى الخاسرين حتى الفائزين ديتكلمون نفس الكلام يعني مو فقط الخاسرين أكو مشكلة في طريقة نظام الانتخابات وعدم إجراء فحص للأجهزة قبل الانتخابات هذا خرق خطير المصادقة على الخروق شملت أيضا توصيات تتعلق بإجراء عملية فرز يدوي لما لا يقل عن 5% من الأصوات والغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين لثبت خروق تزوير جسيمة ومتعمدة وفق اللجنة الوزارية بالمقابل يقل مجلس القضاء الأعلى أن القوانين النافذة لا تجهز إلغاء نتائج الانتخابات أو إجراء العد والفرز يدوي لأصوات الناخبين تصريح يصعب المهمة على مجلس النواب الذي أوكل إليه تعديل قانون الانتخابات ويشير بأصابع الاتهام للمفوضية القائمة أساسا على المحاصصة حول نية مبيتة للتزوير من الكتل نفسها هذه التي أشعلت جدالا واسعا بين فريق الفائزين بالانتخابات الذي يمضي بتحالفات لتشكيل حكومة جديدة غير آبهم بالخروقات وبين أصوات أخرى أبرزها التحالف الوطنية بزعمة إياد علاوي رافضة للتائج الانتخابات وتقول إن حقبة سوداء جديدة تطل على البلاد مشاكل كثيرة حصلت بدليل قرارات مجلس النواب التي تخذت اليوم ترجمة نانسي قنقر